المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام نموذج مصري ذو مواصفات دولية للإسام الفعال في سقر مهارات الكوادر الأمنية المحلية والدولية وتأهيلهم للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بالمركز والموجود بأكاديمية الشرطة الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين ما قبل الانتشار للكوادر الأمنية من دول الكومانويلس الدورة التدريبية التي استمرت على مدار ستة أسابيع هي الأولى للكوادر الأمنية من دول الكومانويلس بالمركز وتشهد مشاركة 22 كادرا أمنيا من هذه الدول وأقيمت بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وتستهدف الدورة تزويد الكوادر الأمنية المشاركة فيها بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الأممية وبناء قدراتهم وفقا للمعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة إضافة إلى توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار نعم مهام الانتشارة عليهم ، سألتشارة لكما نعمل وأما نعمل الانتشارة للشراكز والمتحدث قبل الانتشارة التي نحن نعمل جدا سبها اثنان هنا هي مزفرين التعاون من المعيش كلام التعاون الأمن المعيش أيها الأمن المعيش وتضمنت الدورة تدريبات عملية مكثفة خاصة في مجالات الملاحة البرية وقيادة سيارات الدفع الربعي بالمناطق الوعرة وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة كما تم تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام حفظ السلام الميدانية وقد تضمنت فعاليات الدورة التدريبية محاضرات نظرية وحلقات نقاشية وتبادل الخبرات حول عدد من الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشراطي في مهام حفظ السلام وأشهد المشاركون بالتنظيم والبرنامج التدريبي المتميز الذي قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بوزارة الداخلية مؤكدين أنهم سيعودون لبلادهم مؤهلين بشكل جيد للمشاركة في مهام حفظ السلام ونقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة في دولهم دورات تدريبية تؤكد على الحرص المصري على دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمات المصرية الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية وتوفير الدعم التدريبي للقوات الشراطية المشاركة في هذه المهام